أقامت الهيئة العامة لكشافة ومرشدات المطرنية اللاتين الأردن مخيماً تدريبياً لمجالس الشورى وعشائر الجوالة وذلك في مركز سيدة السلام طريق المطار حيث شارك في المخيم أكثر من 120 قائداً وقائدة وجوالاً ومنجدة من 11 مجموعة كشفية وإرشادية تابعة لمطرنية اللاتين في المملكة وقد تخلل هذا النشاط العديد من الفقرات الكشفية والروحية لصقل قادة الكشف لما يقدمون من دعم كبير للأنشطة الرعوية في الكنيسة